موسيقى ضيفتنا هلأ بالفقرة الثانية من بيروت من بيروت مشاهدينا كانت لما كان عمري تقريبا ست سنين بتحلم من الصغر أنه تدخل على كبر بعالم الفن وفعلا لما كبرت قدرت تدخل مجال عالم المجوهرات وطوعت المعادن الثمينة بين إيديها وحولتهم لقطعب تحمل الرقي والتمييز بين طييتها أهلا وسهلا بي نادا غزان أهلا شكرا كيف تك نادا؟ الحمد لله ماشي الحال من عائلة فنية يعني فينا نقول نوعا ما نوعا ما الخلفية هي مجال الأعلانات يعني الأفرطايزنج ما بعرف أدي مجال الأعلان بيقدر يخدم عالم المجوهرات وتحديدا الابتكار بعالم المجوهرات أنا من ناحية ساعدني كتير أول شي ساعدني أفكر أنه هاي دي براند مش بس عم بصمم مجوهرات بس عم بشتغل على براند معينة يعني كتير ساعدني بالإمتش طبع البراند تاني الشي ساعدني أفكر كونسبتشولي يعني مش بس فكر برسمة معينة بخاطن بعقد لا أحليني فكر أكتر أخد ثم معينة وتطلع على الصورة من بره أكتر وبالنهية أنا بحب أرسم مجوهرات منو أنا وصغيرة عم بحكي عمر كتير صغير مثل ما بلشنا بالمقدمة لهيك حسيت الكمبيناتشن اللي هي بين الرسم وبين مجال الأعليم هال مكتر بياناتهم بتسعبني بتصور لما كان عمرك ست سنيني ممكن تباتع موضلي بين إيديكي ما بعد إذا الباتع موضلي هي اللي كانت عم تتحولية لقطع نوعا ما يمكن قطع يمكن تشبه المجوهرات قريبة للمجوهرات هلأ الشي منه هيدا كانت جهة صغيرة والجهة الثانية كانت ست كتير تعمل تخيط كروشي بقى كنت كتير أشتغل بالشرايط النحاس وبالخيطان بقى أعمل قطع من الشرايط حلو يمكن هيدا الصور كمان ندا غذان هيك لا شعوريا منكتسبة وبتعلق بذكرتنا وعلى كبر يمكن أنت حتى كمانا بتصميم المجوهرات دخلت الكروشي وهذا الشي اللي بيميز يمكن قطعك ومجوهراتك عن باقي التصميم الموجودة بالأسوأ كيف الكروشي داخل بمجوهراتك أنا أول ما بلشت كان عندي خواتم كتير قديمي عملتها من عمري ممكن تسع سنين عشر سنين كان ضل براسة وبعدها لحد هلأ عندي إيها بقى بلشت أعمل أشياء مستوحية من هالخواتم اللي كانت معمولة بشراية منحاس بس حولتها لشراية ذهب وأحجار كارينة بقى بلشت بهالطريقة وبعدين تقدمت من شراية الذهب لأشياء شوي أكتر متقدمة حالو والميز كمانا عندك أنا ما في تصميم بيشبه التصميم التاني يا ندا أنا ممكن نتطلع بتصميم معين نقول يمكن هيدا القطعة أو هالحشرة بتشبه يمكن الحشرة التانية عندك ما في قطعة مثل التاني يمكن وبلشنا نشوف الصور قدامنا ندا هيك تنعلق عليهم أكتر شو عم نشوف هلأ هلأ عم نشوف خاتم اسمه فيوجين هيدا معمول من ذهب والألماز هيدا قطعة بس وحدة هلأ منحكي بعد شوية عنا هيدا أخذت جايزة هلأ جايزة الإبداع بشرق الأوسط حالو كتير هلأ مثل ما كنت عم تقولي أنا بحب عادة ما يكون فيه ولا قطعة بتشبه التاني كلهم عندهم نفس روح بس بحب تغير بالأشكال لأن كمان ما بحب بحب الستات يكون عندهم تنوى ويكون عندهم شوية كتير أكبر يعني تتلبي حاجات ومطالبات كل السيدات مزبوط وغير هيك أنه مجوهراتك ما أخذ الطابع محلي يعني من خلال الجوائز العالمية اللي حصدتها مجوهراتك يعني في عنا ثلاث جوائز عالمية بالبحرين بلندن بلاس فيغاس يريد خبرنا أكتر عن هالمشاركات العالمية وأدي بيعني لك أدي الجائز اللي هي قيم موضافة لمجوهرات لنضب لألي كانت كتير مهمة هذه السنة لأن ثلاث جوائز سعبوا بالألفين واثناش أول جايزة أخذتها بلاس فيغاس اللي هي جايزة الرايزنج ستار بقدم عليها ألفات المشاركين بقى لألي كانت تشوف كيف شغلي بينجح برات لبنان لأن تعرفي في عندي ماركة صغيرة بس أنا بحب أنه عندي تموح أكبر وبحب أعرف برات لبنان شو النجاح أخذت جايزة الرايزنج سار بعدين رجعت أدمت على جايزة بلندن أخذت الأدترس شويس أورد على آيتم اسمه كرول بعدين اتصلوا فيه من البحرين تقدم على جايزة الإبداع بالميدل إيست بعدمت عليها هلأ بسبتمبر وأخذت الجايزة بأكتوبر هلأ الجايزة صحيحية يعني أكيد تعطيك تدفع تعطيك تدفع بعدين كمين هو مثل تاست لإلي لأن بحب كل واحد بحب يعرف قيمة شغله ووين هو موجود عالميا مش بس أكتلك أنه شوهراتك هي قيمة تقريبا كم مجموعة بتأدمي بالسنة مجموعتين هذا تم نعمل مجموعتين بس أكيد من خلال السنة دائما بيكون فيه مناسبات مثل بالنتينز دي مادرز دي أنا مناسبات يعني معي بعمل هيك شوية ديزاينات زيادة بس كمجموعة بعمل مرة أو مرتين بالسنة والمجموعة الجديدة هلأ بعنوان نتجي هذه المجموعة كمينة حمل الطابع عالمي لما دخلت كمينة من لبنان بريطانيا وأمريكا كمينة بزيت الوقت ما شاء الله حاولك ما بتقبالي بالقليل يعني يا شي يحرز يقبالي معك تعرفي أنا على الثماني سنين أول مرة كنت رحت عن نيويورك على الثماني سنين كنت عم بحلم كيف رح يكون عندي ويندو ديس بلاي مع شغلي بقلبه حالو بقى أمريكا بقيت براسة مش بس أمريكا أكيد في كتير ماركت ستانية بس من ورا الجايزة الأخطة بلاس فيجاس هيدا فسحة المجال أنه صير موجودة بأمريكا بقى هلأ موجودة حاليا بميامي وبشيكاغو حالو حالو وبعدين من ورا جايزة كمان لندن هلأ صرت موجودة بلندن أكشي دي بعد 15 يوم بتصير الضاعة موجودة على الدس بلاي يعني بقلب لندن ندى حدودك مش العالمية فينا نقول حدودك حدود السماء يعني قد ما تتقدمي بتحس حالك بعد ما عملت شي لوين بعد طام حتوصلي واو بعد عندي شغلك تي حاليا وبريطانيا لا بعد عندي شغلك تي هلأ عالميا بعد فيه الصين وبعد فيه روسيا وبعد فيه برازيل بعد فيه الماركت يعني ما بتوقف أكيد بس أنه بدأ تكون دايما بده يكون شي مدروس وبدأ يكون ساق واي ساق واي ساق واكيد ما بدأ انسى لبنان مع أنه ماركت كتير صغيرة بس أد ما بيع بره وقتها تكون ماشي على الطريق وشوف حدا لابس خاتم أو حلق أو عقد مننا دا تجيب بمبسط كتير وفيه البلاد العربية أكيد وين بالبلاد العربية اللي بيحب مجوهراتك وين بيقدروا اللي قوانة دابين هلأ بالبلاد العربية في الكويت أول سنة الجاي بيصير فيه بالبحرين هلأ ما رح أعطي أسامي أكيد محلات بس رح يكون فيه بالبحرين هلأ فيهم يمكن ببعض قتلات يعني معينة ولا بمحلات معينة بشوفينج موز معينة بقتلات معينة بس أنيوي أنا بنزل كل الميوز على www.nadaj.com بقى بيكون مكتوبين كل الأسامي محلات تمان نحكيون هلأ بدأ علق على هيدا الخاتم دي عم نشوفه ياريتوني نجح نشوفه ولو سمحت هيدا الخاتم شوف هيدا هولي خاتمين عملتن على ماذرز دي هولي من الأشياء اللي بعملون سيزنين هيدا الخاتم بحط الوقت فيه فيه الحجر يا روبي يا الكلورد سافاير مع الضحر الأصفر أو الأبيض وبحط فيهم صورة بتحطي الصورة اللي بديكيها بقى كثير ممكن بتحبيه أو أنا أمزوش بحط صور صور أولادهم على ماذرز دي وبعد منهم كان في صورة الكفلينج للرجال على فادرز دي وأكيد في كثير يعني هولي فهو دي مرتبطين مثل ما قلتلي بمناسبات معينة بتنزليهم كأيتم صفار مخصم بالمجموعة مجموعتين بالأحلال الأحرالي بتأذنيون خلال السرق بس بدال عندهم روح نادة جي حتى إذا كان مخصم بالمجموع أكيد مبين واضح نادة بلبنان إذا الناس حابين يعرفوا المجوهراتك وين بيقدروا إلي قوان نحنا موجودين بأسواء بيروت قلب الأسواء بقلب الأسواء أنا محل نادة جي بأسواء جولي أوكي وهذا دائما المحل أنا بعمله بروموشن أكثر من الجميزة كمين موجودين محلنا ده جي موجود بالجميزة بقى أهلا وسهلا بالمحلين الأوفيس والوركشوب طبعنا بالجميزة بس دمين بوتيك هو بأسواء بيروت وبنسبة لأنه نحن على مقربة هلأ من الأعياد المجيدة هل في معارض معينة رح تشارك فيها سواء بلبنان أو بخارج لبنان كمانا هلأ بثلاثة ديسمبر رح شارك بميامي بمعارض اسمه انترناشنال كونتنبوري جولي ريفير نقيين خمسة وثلاثين ديزاينر من العالم والمعرض سيكون معمول بقلب بوت بقلب بوت وفي ميامي بيصير بهالوقت من ثلاثة الشق يعني بكل ديسمبر في الأرت بازل يعني بيصير في كل الإكزبيشن طبع الأرت بقى من ضمنهم فوطينة جولوري اللي رح كون مشتركة فيه بعدين أكيد رح كون أنا عاملي شي بأسواء بيروت عندي بالمحل الجمعة اللي قبل كريسمس رح كون يعني رح كون عاملي رح كون عاملي شي سبشل لالكلاينت ولالكلاينت سجدي يعني لالكاستما مزيد مؤكيد لالكلاينت سجدي نهر ذات من دليل كليتو فيه ودليل أنه تتشوف تصميمك أدي على الأبعاد بذكرتي لأنه سبق وكين قلنا اللقاء قبل لما كنا بالل بي سي بعد فوق ممكن الأدماء يعني منشوف كتير وجوه ما منقدر نتذكى الوجوه بس لما شفت مجوهراتك تذكرت هذا دليل أنه بعد مضموعة بذكره شكرا لأيلك ندا كليتو فيه